تفقدية أجراها وزير الصحة دكتور ماجد أبو رمضان والوفد المرافق له لمحافظة أريحة والأغوار بدأت باجتماع ضم المحافظ وفعاليات المحافظة والكوادر الطبية لبحث سبل تنفير احتياجات المحافظة الصحية اللازمة والطارئة ثم أجريت جولة ميدانية على عدة مواقع لتلمس الواقع الصحي في الميدان تأتي جولة معالي وزير الصحة ضمن السياسة العامة للحكومة الفلسطينية بالتركيز على كافة الكطاعات وطبعا عندما نتكلم عن الكطاع الصحي نتكلم عن كطاع بالنسبة لنا غاية في الأهمية وهذا الأمر قاله رئيس الحكومة في عدة اجتماعات وكذلك تعليمات السيد الرئيس أبو مازن هي الأولى في هذا الجانب بأن المواطن الفلسطيني يجب أن يتلقى كل ما هو بحاجة له من خدمات على الصعود كافة في ظل هذا الظرف الصعب الذي نعيش والقطاع الصحي هو أكيد على رأس الأولوية إضافة إلى التربية إضافة إلى الأمن كل هذه الأمور نحاول قدر الإمكان أن نعمل من أجل أن نقدم الخدمة لأبناء شعبنا وكان مصنع بالأوكس لإنتاج الأكسوجين الطبي الذي أنشئ في مدينة أريحة صناعية الزراعية واحدا من المواقع التي زارها الوفد باعتباره أحد المشاريع التي ستخدم القطاع الصحي وتسهل الحصول على الأكسوجين في الوقت اللازم وبعيدا عن تضييقات الاحتلال هو مصنع استراتيجي لأنه نحن حتى الآن نعتمد على الأكسوجين اللازم لزميع المراكز الطبية يأتينا من الطرف الآخر والآن سيكون باستطاعتنا أن نعتمد على مصنع فلسطيني لتوليد والتزويد وتعبئة الأكسوجين ونقله إلى مختلف المراكز الصحية هذا مشروع استراتيجي حيوي هام جدا وإن شاء الله سيسد احتياج كبير جدا في المرافق الصحية في فلسطين تؤكد هذه الزيارة على أن وزارة الصحة تبدل كافة الجهود لدعم المواطنين في الأغوار في سبيل تعزيز صمودهم خاصة وأن مواطني الأغوار يتعرضون لتهديدات صحية وصعوبة في تلقي الخدمات الطبية وكل ذلك بسبب تضييقات الاحتلال من مدينة أريحة إلهام هداب تلفزيون فلسطين